وأما نقدي فيتركز على الفكر السياسي القائم على بعض النظريات والفرضيات المثالية والوهمية أو ما يسمى بنظرية الإمامة نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الأسمى والناس والسلالة وما شابه وأعتقد بعد دراستي لهذه النظرية قبل ثلاثين عاما أعتقد أنها نظرية بشرية من اختلاق بعض المتكلمين والغلات ولا علاقة لأهل البيت بها إضافة إلى أن هذه النظرية نظرية الإمامة ميتة ومنقرضة ولا وجود لها اليوم في الواقع وقد تخلى عنها الشيعة بصورة عامة وتبنوا نقيضها أي نظرية الشورى أو الديمقراطية أو ولاية الفقه كل هذه النظريات نظريات تناقض نظرية الإمامة مئة بالمئة لأنها لا تشترط ولا تقوم على أن الإمام الآن أو رئيس الجمهورية أو المرجع أو الولي الفقه هو مثلا معصوم أو معين من قبل الله أو من سلالة معينة هذه هي أهم أعمدة الفقر الإمامي والشيعة لا يلتزمون بهذه الأعمدة ولا بهذا الفكر الآن